بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين أما بعده فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين في الدرس الماضي شرعنا بارك الله فيكم في الفصل الذي تعلق به ابتلات الصلاة وفيه ذكر أيضا الإمام النووي رحمه الله بعض سنن الصلاة وبعض مكرهاتها نقع من أول الفصل يقول رحمه الله فصل تبطل الصلاة أو تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مكهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ويُعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح هذا درسناه مفتتح درسنا في قوله رحمه الله تعالى وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة للجهر في الأصح قبل أن أشرح إخواني أفضل أن يكون بجانب كل واحد منكم ورقة وقلم حتى يكتب النقاط في بعض المسائل حتى نستطيع أن نفهمها بشكل جيد قال رحمه الله تعالى وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة للجهر في الأصح قوله رحمه الله تعالى وفي التنحنح هذا معطوف على قوله في يسير الكلام أي يُعذر في يسير الكلام ويُعذر كذلك في التنحنح ونحوه للغلبة أي إذا غلبه التنحنح أو إذا تعذرت عليه القراءة إلا بالتنحنح والمراد بالقراءة هنا القراءة الواجبة ثم قال لا في الجهر في الأصح أي لا يُعذر في التنحنح إذا كان تنحنحه لأجل الجهر وبناء عليه نقول إن معنى هذه الفقرة أنه يُعذر إذا تنحنح المصلي أو سعل أو عطص فظهر حرفان لأنه ليس مقصرا ومحل عذره بارك الله فيكم إذا توفر الثلاثة شروط الشرط الأول يُوخذ من قوله في المتن للغلبة فالشرط الأول أن يكون ذلك التنحنح للغلبة بخلاف ما لو تقصده بخلاف ما لو تعمده والشرط الثاني أن يقل ذلك عرفا أن يقل ذلك عرفا والشرط الثالث أن تكون القراءة واجبة بمعنى أنه يتنحنح لأجل قراءة واجبة يتعذر عليه الإتيان بها إلا بالتنحنح فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فحصل التنحنح فإن الصلاة لا تبطل وتفهم من هذا الكلام أنه يُعذر في التنحنح إذا كان التنحنح قليلا عرفا وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله وعند العلامة الشهاب الرملي في شرح الزبد يقول إنه يُعذر في التنحنح حتى وإن كثر إن كان لقراءة واجبة وبالتالي اعتمد بعض الفقهاء منهم الشهاب الرملي رحمه الله أن التنحنح يُعذر فيه المصلي ولو كثر إذا كان لقراءة واجبة وتفهم من هذا أن التنحنح إذا كان لأجل ذكر مندوب أو إذا كان لأجل الجهر واضح فإن المصلي لا يُعذر به وبالتالي لو أنه تنحنح وظهر حرفان فإن صلاته تبطل بذلك لأن الجهر سنة والقراءة المندوب سنة فلا ضرورة حتى يُحتمل التنحنح لأجل سنة وهنا تأتي مسألة تتفرع على هذا وهي لو أنه توقف الجهر بأذكار الصلاة كتكبيرات الانتقالات من أجل إسماع المأمومين لو توقف ذلك على التنحنح بمعنى أن الإمام لو أنه لا يستطيع أن يأتي بتكبيرات الانتقالات من أجل إسماع المأمومين إلا إذا تنحنح فهل له أن يتنحنح مع أن الإتيام بتكبيرات الانتقالات مندوب فهل له أن يتنحنح أم لا الذي يظهر من تعبير التحفة أنه يجوز له التنحنح وصاحب المنهل إذن الضاخ نقل عن التحفة جواز التنحنح وقال خلافا لهما أي خلافا للعلامتين الخطيب والرملي رحم الله الجميع لكن العلامة الخطيب والعلامة الرملي استثنيا ما يتوقف أو الصلاة استثنيا الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة كصلاة الجمعة فهنا في صلاة الجمعة قال إن الإمام يتنحنح لأجل إسماع المأمومين تكبيرات الانتقالات لأن هذه الصلاة لا تصح إلا جماعة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر الإكراه يا إخواني تارة يكون عذرا وهذا في كثير من الأحكام الفقهية وتارة لا يكون الإكراه عذرا وهنا من هذا الباب الإكراه هنا ليس بعذر فلو أكره في أثناء الصلاة على الكلام فإن صلاته تبطل وذلك لندرة الإكراه على الكلام في الصلاة وهذه المسألة ذكرها صاحب صفة الزبد رحمه الله تعالى فقال وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهم ولو بكره أو بكى فقال ولو بكره أي حتى ولو تكلم بكره فإن الصلاة تبطل ثم قال رحمه الله تعالى ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهين كيا يخياخذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت حاصلوا الصور المندرجة تحت هذا التعبير للإمام النووي رحمه الله تعالى أربع صور الصورة الأولى إذا تكلم بنظم القرآن قاصدا التلاوة فقط هذه الصورة الأولى الصورة الثانية إذا تكلم بنظم القرآن قاصدا التلاوة والتفهيم أو التلاوة والإعلام الصورة الثالثة إذا قصد الإعلام أو التفهيم فقط بمعنى أنه لم يقصد التلاوة الصورة الرابعة إذا أطلق لم يقصد شيئا فهذه أربع صور الحكم كالآتي في الصورة الأولى إذا قصد التلاوة فقط في الصورة الثانية إذا قصد التلاوة والإفهام فإن الصلاة لا تبطل بذلك لأن قصد التلاوة حاضر وأما في الصورة الثالثة إذا قصد الإعلام فإن الصلاة تبطل بذلك لأنه لم يقصد التلاوة وكذلك في الصورة الرابعة إذا أطلق فإن الصلاة تبطل بذلك على المعتمد وهذه الحالات الأربع ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في دقائق المنهاج إذا تقرر هذا فنعود إلى عبارة مصنف رحمه الله حيث نحاول أن نستخرج هذه الأحوال من كلامه قال ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيا خذ الكتاب إن قصد معه أي إن قصد مع التفهيم فالضمير في قوله معه يعود إلى التفهيم إن قصد معه قراءة لم تبطل أي صورة هذه؟ هذه الصورة الثانية وإذا كانت هذه الصورة الثانية لا بطلان فيها فإن الصورة الأولى من باب أولى إذا قصد القراءة فقط أنه لا بطلان فيها واضح؟ ثم قال رحمه الله وإلا في غير هاتين الصورتين الصورة الأولى والصورة الثانية بطلت واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ولو نطق بنظم القرآن قوله بنظم القرآن هذا قيد أخرج ما لو نطق وهنا أحتاج أن تنتبه معي قليلا أخرج ما لو نطق بكلمات مفرداتها في القرآن الكريم مثلا كلمة إبراهيم هذه في القرآن كلمة سلام هذه في القرآن كلمة كن هذه في القرآن فنطق بكلمات مفرداتها في القرآن لكن ليست نظما ليست جملة واضح؟ فما حكم ذلك؟ نقول بارك الله فيكم هذه الكلمات يعني لو كنت أصلي وفي أثناء الصلاة قلت مثلا يا إبراهيم سلام كن إن لم أقصد القرآن فالصلاة تبطل هذه الحالة الأولى إذا لم أقصد القرآن فإن الصلاة تبطل وأما إن قصدت بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن قصدت بكلمة إبراهيم على انفرادها أنها قرآن بكلمة سلام على انفرادها أنها قرآن بكلمة كن على انفرادها أنها قرآن فننظر إذا فرقتها لم أصل بينها فإن الصلاة لا تبطل يعني قلت يا إبراهيم قاصدا مفردة القرآن ثم قلت كن ثم قاصدا مفردة القرآن ثم قلت مثلا سلام قاصدا مفردة القرآن لا تبطل الصلاة لكن لو أتيت بها ولاءا وأنا أقصد بها مفردات القرآن مثلا قلت يا إبراهيم كن سلام هكذا واضح فإن الذي في التحفة أن الصلاة تبطل بذلك الذي في التحفة أن الصلاة تبطل بذلك وبحث بعض الفقهاء أنها لا تبطل ما دام أنه قصد بها القرآن إذن إذا قصد بهذه المفردات القرآن سواء أتى بها ولاءا أو فرقها فعلى بحث بعض الفقهاء أنه لا بطلان والله أعلم ثم نقول بارك الله فيكم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تبطل بالذكر والدعاء أي أن الصلاة لا تبطل إذا تكلم المصلي بذكر أو تكلم بدعاء ومحل عدم بطلانها بذكر أو دعاء بثلاثة شروط الشرط الأول إذا كان هذا الذكر أو هذا الدعاء غير محرمين أما لو كان الذكر محرما أو كان الدعاء محرما فإن الصلاة تبطل بذلك الشرط الثاني إذا كان بالعربية طيب فإن كان بالعجمية أي بغير العربية فسيأتي التفصيل الشرط الثالث ألا يقصد بهما تفهيما أو يطلق فإن قصد بهما تفهيما أو أطلق فإن الصلاة تبطل بذلك كما تقدم تقريره قبل قليل إذن قوله رحمه الله أي ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون جائزين فلو كان محرمين بطلة الصلاة والشرط الثاني أن يكون بالعربية فلو كان بالعجمية فنقول في تفصيل إذا كان بالعجمية حال كونه يحسن العربية بمعنى أنه لو دعا في صلاته باللغة الإنجليزية مثلا حال كونه يحسن العربية فإن صلاته تبطل حينئذ واضح؟ وكذلك الحالة الثانية إذا دعا بلغة غير العربية وهو لا يحسن العربية مثلا دعا باللغة الإنجليزية وهو لا يحسن العربية فنقول إذا كان يترجم لدعاء مأثور إذا كان يترجم لدعاء مأثور فإن الصلاة لا تبطل بذلك فإن صلاته لا تبطل بذلك وأما إذا كان يترجم لدعاء مخترع اخترع دعاء وترجمه فإن صلاته تبطل بذلك فالحاصل أن من يدعو بغير العربية له ثلاث حالات في صلاته الحالة الأولى أنه يدعو بغير العربية مع كونه يحسن العربية فتبطل صلاته الحالة الثانية أنه يدعو بغير العربية مع كونه لا يحسن العربية لكن هذا الدعاء ترجم لمأثور أي لدعاء مأثور فإن صلاته لا تبطل بذلك الحالة الثالثة أن لا يكون ترجمة لدعاء مأثور والحال أنه لا يحسن العربية بل هو ترجمة لدعاء مخترع فحينئذ نقول تبطل صلاته بذلك إذن في حالتين تبطل صلاته بذلك وفي حالة واحدة لا تبطل صلاته بذلك فالحاصل بارك الله فيكم أن قوله ولا تبطلوا أي الصلاة بالذكر والدعاء أي بالثلاثة الشروط المذكورة الشرط الأول أن يكون جائزين الشرط الثاني أن يكون بالعربية الشرط الثالث أن لا يقصد بهما تفهيما أو يطلق وهنا تأتي بعض المسائل التي نسمعها أحيانا من العوام فمثلا الإمام أحيانا يقرأ قبر الله عز وجل في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وربما سمعت بعض العامة يقول نفس الآية يكرر نفس الآية إياك نعبد وإياك نستعين فالمأموم هذا إن كان يقول الآية مرة أخرى قاصدا التلاوة أو قاصدا الدعاء لا تبطل صلاته بذلك وأما إذا لم يقصد التلاوة ولا الدعاء فإن صلاته تبطل بذلك مسألة أخرى نسمع أيضا بعض العامة لما يقرأ الإمام قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين يقول بعض الناس في الصلاة بعض المصلين مثلا استعنا بالله استعنا بالله فإن كان يقصد بذلك الدعاء فلا تبطل صلاته وإلا بطل صلاته كذلك لو كان المصل في أثناء الصلاة يا إخواني قال في أثناء الصلاة مثلا قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبطل بذلك لأن هذا إخبار ليس فيه ثناء بخلاف ما لو كان يصلي وفي أثناء صلاته سمع الإمام يقرأ آية فقال المأموم صدق الله فإن هذا لا تبطل به الصلاة لأن هذا ثناء هذا ثناء وليس مجرد إخبار هو إخبار يقصد به الثناء قال الإمام النووي رحمه الله ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب إلا أن يخاطب طبعا الخطاب في الصلاة إذا كان الخطاب لله سبحانه وتعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة لا تبطل بذلك الخطاب ولذلك قال علماء رحمهم الله تعالى إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة بقول أو بفعل سواء كان في حياته أو كان بعد موته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلام البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته خلافا لتقييد التحفة أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام قالوا إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة حتى وإن كثر القول إذن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة بقول أو بفعل قل أو كثر لا تبطل الصلاة بها فإن قال قائد هل يقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء والرسل فالجواب يقاسون في وجوب الإجابة وليس في عدم بطلان الصلاة انتبه يقاسون في وجوب الإجابة بمعنى مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لو دعا شخصا وهذا الشخص يصلي فإن هذا الشخص يجب عليه أن يجيبه لكن إذا أجابه بطلة الصلاة أما النبي صلى الله عليه وسلم فالإجابة واجبة ولا تبطل الصلاة إذن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عدم بطلان الصلاة ليس وجوب الإجابة قال رحمه الله تعالى ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب ثم مثل لذلك فقال كقوله لعاطس رحمك الله فهذا خطاب رحمك الله أو يرحمك الله في رسخة أخرى من المنهاج تمام؟ بخلاف ما لو قال مثلا رحمه رحمه الله أو قال مثلا يرحمه الله أو قال عليه السلام فإن الصلاة لا تبطل بذلك لأن هذا الدعاء وليس بخطاب واضح؟ ثم يا إخواني ذكر العلامة بن حجر رحمه الله تعالى مسالة أدلتها في أحاديث معروفة وهي أنه يسن لمن كان في صلاة ثم عطص في أثناء الصلاة أو سلم عليه في أثناء الصلاة يسن له أن يحمد الله سبحانه وتعالى مثلا في العاطس إذا عطص في أثناء الصلاة يسن له أن يحمد الله سبحانه وتعالى بحيث يسمع نفسه واضح؟ وإذا سلم عليه في أثناء الصلاة فإنه يرد السلام بالإشارة بالرأس أو باليد ثم بعد أن يسلم من الصلاة يرد السلام باللفظ إذن سيرد السلام مرتين في أثناء الصلاة يرد السلام برأسه أو بيده وبعد أن يسلم من الصلاة يرد السلام باللفظ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إلا أن يخاطب كقوله لعاطس رحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح هذه مسألة مهمة لو أن الإنسان في أثناء الصلاة سكت سكوتا طويلا فإن الصلاة لا تبطل بالسكوت فالصلاة لا تبطل بالسكوت لأن السكوت لا يقطع نظام الصلاة وهيئتها ولذلك قال رحمه الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح طيب لو أنه نام في الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ أسألكم لو أنه نام في الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل؟ أو لا تبطل؟ ينتقل وضوءه طيب لو نام ممكنا؟ لا؟ كيف ينتقل وضوءه وهو ممكن؟ التمكين؟ لماذا تبطل صلاة؟ نائم؟ نقول بارك الله فيكم إذا نام الإنسان في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته إذا كان ممكناً ونومه في غير ركن قصير عندنا قيدان إذا نام في أثناء صلاته لا تبطلوه إذا الشرط الأول كان ممكناً الشرط الثاني ونام في غير ركن قصير يعني مثلاً نام في التشهد على سبيل المثال ففي التشهد يكون ممكناً واحد وليس في ركن قصير بخلاف ما لو نام في السجود تبطل صلاته لأنه غير ممكن بخلاف ما لو نام مثلاً في الجلوس بين السجدتين فتبطل صلاته لأنه طول ركناً قصيراً إذا لا تبطل صلاة من نام في أثنائها إذا كان هذا الشخص ممكناً هذا الشرط الأول وكان نومه في غير ركن قصير قال رحمه الله لا 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 يبطل الصلاة النائم ما زال مخاطباً يعني داخل دائرة التكليف هو لا يلحق بالمغمى عليه ولا يلحق بش اسم هذا يا الله بالمجنون نعم قال ولو سكت طويلاً بلا غرض لم تبطل في الأصح ثم قال رحمه الله كيف الشيخ مهدي ماذا قلت أي نعم ذكرنا شرطين نعم ذكرنا شرطين يعني ذكرنا شرطين قلنا إذا نام الإنسان في أثناء صلاته لا تبطل صلاته ذكرنا شرطين الشرط الأول أن يكون في حالة نومه ممكناً مقعدته من محل جلوسه هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يطول ركناً قصيراً فلو نام في غير حالة التمكين كأن نام في سجود بطل صلاته ولو نام ممكناً لكنه طول ركناً قصيراً كأن طول الاعتدال أو طول الجلوس بين سجدتين تبطل صلاته واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار هذا المقطع فيه أربع مسائل أذكرها سريعاً المسألة الأولى أن السنة من حيث الكيفية أن يسبح الرجل وأن تصفق المرأة هذا من حيث الكيفية أن يسبح الرجل وأن تصفق المرأة فلو حصل العكس صفق الرجل وسبحت المرأة فإن هذا خلاف السنة وتعبير بعضهم بأن هذا خلاف السنة يشعر بأنه ليس بمكروه لأن خلاف السنة لا يصب بأنه مكروه بل هو خلاف الأفضل خلاف الأولى لكن العلامة بن حجر رحمه الله صرح في التحفة في أكثر من موضع أن ذلك مكروه أي لو صفق الرجل وسبحت المرأة فقال رحمه الله تعالى أن ذلك مكروه هذه المسألة الأولى إذن قول الإمام النومي ويسن من حيث الكيفية لكن هذا التنبيه وهذه المسألة الثانية هذا التنبيه التنبيه مثلاً من أجل إنذار أعمى من أجل تنبيه الإمام من أجل الإذن لداخل هذا التنبيه قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً كم مراتب؟ ثلاث مراتب والإمام النومي رحمه الله هنا في المثل مثل بثلاثة أمثلة كل مثال لحاله فقال رحمه الله في المثل ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه هذا مثل لماذا؟ هذا مثال للتنبيه المندوب قال وإذنه لداخل هذا مثال للمباح وإنذاره أعمى هذا مثال للواجب إذن هو أتى بثلاثة أمثلة لثلاثة أحكام ثم نقول لو أنك مثلاً كنت تصلي ورأيت أعمى سيقع في حفرة يحتاج إلى تنبيه فنبهته ومع ذلك نبهته بقول أو نبهته بفعل ومع ذلك ما تنبه واضح؟ فنقول بارك الله فيكم نبهه حتى ولو كان بقول كثير أو بفعل كثير وتبطل الصلاة بذلك يكون ذلك التنبيه واجباً وتبطل الصلاة بذلك ثم قوله رحمه الله يسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة قوله يا إخواني تصفق المرأة هنا الإمام النووي رحمه الله أطلق العبارة المرأة تصفق السنة لها أن تصفق ظاهر عبارته أن المرأة تصفق حتى ولو كانت بحضرة نساء حتى ولو كانت بحضرة محارم خلافاً لما بحثه بعض الفقهاء أن المرأة إذا كانت بحضرة نساء أو بحضرة محارم فإنها كالرجل تسبح وإنما تصفق بحضرة الرجال الأجانب أو بحضرة رجل أجنبي لكن عبارة الإمام النووي رحمه الله يفهم من إطلاقها أن المرأة تصفق ولو كانت بحضرة نساء أو بحضرة محارمها ثم الإمام النووي رحمه الله بيّن كيفية التصفيق فقال بضرب اليمين على ظهر اليسار بضرب اليمين على ظهر اليسار المرأة بضرب بطن اليمنى على ظهر الشمال وهذه أفضل الكيفيات فالكيفيات ثمان هذه أفضلها أن تضرب بطن اليمين على ظهر الشمال والثانية أن تضرب ظهر اليمين على ظهر الشمال تمام؟ وأنا أسودها سردا الآن فقط حتى أبين عندنا حتى أبين الكيفيتين المكروهتين الثالثة بارك الله فيكم ضرب بطن اليسار على ظهر اليمنى الرابعة ضرب ظهر اليسار على ظهر اليمنى الخامسة ضرب ظهر اليمنى على بطن الشمال السادسة ضرب ظهر اليسار على بطن اليمنى كل هذه مطلوبة ليس فيها مكروه أين الكراهة؟ الكراهة في كيفيتين في ضرب بطن اليمنى على بطن اليسار هكذا هذه مكروهة بطن اليمنى على بطن اليسر والثانية ضرب بطن اليسر على بطن اليمنى هكذا هذه مكروهة هذه الكيفيتان مكروهتان بقية الست كلها مطلوبة لكن الأفضل يقول فقهاء أن تكون اليمين هي الفاعلة أن تكون اليمين هي التي تضرب واضح إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول إن هذه الكيفيات الثمان التي سردتها عليك كلها إذا فعل واحدة منها بقصد اللعب بطلت صلاته إذا فعل واحدة منها بقصد اللعب ليس هذا الحكم خاصا بضرب بطن على بطن ليس خاصا بهذه الكيفية بل لو فعل واحدة من هذه الكيفية بقصد اللعب بطلت صلاته عندنا قاعدة يا إخواني أن الفعل القليل إذا فعل بقصد اللعب بطلت به الصلاة فقول الفقهاء إن الفعل القليل لا تبطل الصلاة به محله حيث لم يقصد به اللعب أما مع قصد اللعب فإن الفعل القليل تبطل به الصلاة إذا تقرر هذا بارك الله فيكم طبعا إلا إذا كان جاهلا يعني مثلا ضربت المرأة بارك الله فيكم بطنا ببطن تمام ومثلا نفترض أنها قصدت اللعب حال كونها جاهلة بتحريم ذلك فإنها تعذر ولا تبطل ولا تبطل صلاتها هذا طبعا يا إخواني كله محله في التصفيق داخل الصلاة العبث باللحية لا يدخل في اللعب ليس في قصد لعب لكن إن قصد به اللعب تبطل الصلاة المقصود باللعب هنا فيما يظهر أنه يعني قصد ليس فقط مجرد العبث يعني ليس مجرد أنه يعبث بلحيته تمام لم يقصد فقط مجرد العبث إذا تقرر هذا يا إخواني بارك الله فيكم فهذا حكم التصفيق التصفيق في الصلاة وأما التصفيق خارج الصلاة فمعتمد العلامة بن حجر رحمه الله كما في فتح الجواد أن التصفيق خارج الصلاة بضرب بطن على بطن للرجل مكروه ثم قال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها غيرها مفعل به ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فلا تبطل بكثيره لا بقليله هذا إخواني مبحث مهم الأفعال التي يفعلها المصلي في صلاته أي الأفعال التي هي غير الصلاة غير أفعال الصلاة هذه الأفعال التي هي غير أفعال الصلاة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون هذه الأفعال من غير جنس أفعال الصلاة مثل المشي هذا ليس من جنس أفعال الصلاة مثل الضرب هذا ليس من جنس أفعال الصلاة وإما أن تكون هذه الأفعال من جنس أفعال الصلاة مثل زيادة ركور زيادة سجود واضح فهنا يتكلم على القسم الأول قال عفوا فهنا يتكلم على القسم الثاني التي هي من جنس صلاة قال ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إن كان من جنسها بطلت نقول محل البطلان بأربعة شروط محل البطلان بأربعة شروط الشرط الأول أن يكون هذا الفعل أن يكون هذا الفعل من جنس أفعال الصلاة أن يكون هذا الفعل من جنس أفعال الصلاة الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل رقنا في الصلاة رقنا في الصلاة مثل زيادة رقوع الرقوع رقن زيادة سجود السجود رقن الشرط الثالث أن يكون فعله لغير ضرورة الشرط الرابع أن يكون عالما عامدا أن يكون عالما عامدا فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فإن الصلاة تبطل طيب من يتكرم يعيد علي الشروط شرطا شرطا حتى نبين محترزات الشروط أحسنتم أن يكون هذا الفعل من جنس أفعال الصلاة فإن كان هذا الفعل من غير جنس أفعال الصلاة مثل المشي على سبيل المثال فحينئذ نقول إذا كان من غير جنس أفعال الصلاة كالمشي فإن الصلاة تبطل بكثيره أما بقليله لا تبطل وسيأتي الكلام على هذا بعد قليل واحد اثنين أن يكون هذا الفعل ركا في الصلاة فلو كان هذا الفعل من السنن في الصلاة مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واضح؟ فلو أنه زاد رفعا لا تبطل به الصلاة لأن هذا الفعل ليس ركنا في الصلاة وإنما هو سنة فيها واضح؟ الشرط الثالث لغير ضرورة أما لو كان لضرورة كأن انحنى إلى حد الركوع مثلا من أجل أن يقتل حية فإن الصلاة لا تبطل بذلك لأنه لضرورة والشرط الرابع أن يكون مع العلم والتعمد فلو كان جاهلا أو كان ناسيا فإن الصلاة لا تبطل بذلك طيب أنا أريدك حفظك الله أن تعيد قراءة العبارة لتقول لي أي شروط موجودة في العبارة قال ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى الموجود في العبارة شرطان الشرط الأول في قوله إن كان من جنسها والشرط الرابع في قوله إلا أن ينسى واضح؟ وأما بقية الشروط فإنها مذكورة في كلام الشراحة قال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله ما معنى قوله وإلا فتبطل بكثيره لا قليله يعني وإلا بأن لم يكن من جنس أفعالها وإلا بأن كان هذا الفعل الذي هو غير أفعالها ليس من جنس أفعالها مثل الضرب مثل المشي مثلا فإنها تبطل بكثيره لا بقليله قال رحمه الله وإلا فتبطل بكثيره لا قليله طبعا تبطل بكثيره لا بقليله في غير صور معروفة مثل صلاة شدة الخوف فإنه في صلاة شدة الخوف حتى بكثيره لا تبطل قال رحمه الله تعالى فإنها تبطل بكثيره لا قليله ما التعليل؟ لماذا تبطل بالكثير ولا تبطل بالقليل؟ الجواب تبطل بالكثير لأن الكثير يقطع نظم الصلاة ولا تبطل بالقليل؟ للأحاديث الدالة على ذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته في صلاته إذا قام ويضعها إذا سجد واضح؟ وهذا محمول على عمل قليل أو عمل كثير لكنه ليس بمتوالد واضح؟ ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي أقتل الأسودين الحية والعقرب أقتل الأسودين الحية والعقرب أي في الصلاة أقتل الأسودين في الصلاة أي الحية والعقرب وقتلوهما في الصلاة يحتاجوا إلى فعل ثم قال الإمام النووي رحمه الله والكثرة بالعرف أي وتعرف الكثرة ومثل الكثرة القلة بالعرف ثم بيّن لك الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الصور التي يمكن القياس عليها فبيّن لك مسألة الخطوة ومسألة الضربة فقال رحمه الله والكثرة بالعرف فالخطوتان والضربتان قليل إذا كانت الخطوتان قليل فالخطوة من باب أولى قليل وإذا كانت الضربتان قليل فإن الضربة الواحدة من باب أولى قليل فهنا قال فالخطوتان أو الضربتان قليل الخطوة يا إخواني بفتح الخاء خطوة نقل القدم وأما بضم الخاء خطوة المسافة بين القدمين واضح؟ فالكلام هنا على نقل القدم الذي هو الفعل وليس على الخطوة التي هي المسافة بين القدمين إذا تقرر هذا فنقول بارك الله فيكم انتبه معي أنا أحاول أن أمثل لكم هكذا بيد لو هذا هذه الرجل الأولى وهذه الرجل الثاني هكذا لو أنه قدم رجلا ثم الأخرى إلى أمامها فهتان خطوتان قزما هو يقف هكذا قدم رجلا ثم الثانية إلى أمامها خطوتان قزما هذه الصورة محل اتفاق أن هذا الشخص خطى أو فعل خطوتين لكن الصورة التي هي محل خلاف لو أنه يقف هكذا قدم رجلا وقدم الثانية إلى حذائها إلى محاذاتها ليس إلى أمامها مثلا فهل هذه خطوة أو خطوتان واضح كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد أن هذه خطوة واضح ما دام أنه جعل الثانية محاذية للأولى وهو الذي يظهر من عبارة فتح المعين أنه يقدمه يرجحه يعتمده أن هذه تعتبر ماذا تعتبر خطوة واحدة تمام وأيضا هذا الذي يميل إليه كلام العلامة ابن حجر في الإيعاب شرح العباب لكن الذي في التحفة وفي النهاية وفي المغني أنها خطوتان وبالتالي الذي في التحفة والنهاية والمغني أنه لو قدم رجله اليمناء ثم اليسر إلى محاذاتها هاتان خطوتان لكن الذي في فتح الجواد في الإمداد يميل إليه في الإيعاب والذي يعني يظهر أنه يعتمد صاحب فتح المعين أن أنها خطوة واحدة هذا إذا كان سيقدم الثانية إلى محاذات الأولى أما لو قدم الثانية إلى أمام الأولى مثلاً فهنا خطوتان قزماً واضح؟ فقال رحمه الله فالخطوتان أو الضربتان قليل و لما قال رحمه الله قبل قليل والكثرة تعرف أو الكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل حتى نضبط المسألة بارك الله فيكم فنقول إن الفعل الذي تبطل به الصلاة ما جمع خمسة شروط الفعل الذي تبطل به الصلاة ما جمع خمسة شروط أن يكون واحد أن. كثيراً أن يكون كثيراً وأن يكون متواليًا أن يكون كثيراً وأن يكون متواليا وأن يكون بعضو ثقيل وأن لا يكون لحاجة وأن لا يكون بقصد اللعب وأن لا يكون بقصد اللعب هذه خمسة أن يكون كثيرا أن يكون متواليا أن يكون بعضو ثقيل أن لا يكون لحاجة هذا الشرط منفي وأن لا يكون بقصد اللعب هذه خمسة الشرط الأول أن يكون كثيرا مثل ماذا كثلاث خطوات ثلاث خطوات هذا كثير تبطل به الصلاة الشرط الثاني أن يكون متواليا ما معنى ما ضابط التوالي ضابط التوالي أن تعدى كل حركة تمام غير منفصلة عن الأخرى أن تعدى كل حركة غير منقطعة عن الأخرى فأما إذا كانت الثانية تعد منفصلة عن الأولى فإن هذا ليس بمتوالي الشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون بعضو ثقيل مثل إيش مثل اليد مثل الرجل مثل الرأس هذه أعضاء ثقيلة فأما لو كان بعضو خفيف كالبنان مثلا فإن الصلاة لا تبطل بذلك حتى وإن توالى تحريكه حتى وإن توالى تحريكه تمام فإن الصلاة لا تبطل بذلك وسيأتي هذا في عبارته الشرط الرابع أن لا تكون لحاجة ولذلك من ابتري بحركة طرارية كمن يصاب مثلا بما يسمى بالشلل الرعاش واضح فإن الصلاة لا تبطل بتلك لأنه مضطر إليها والشرط الخامس أن لا يكون بقصد اللعب فلو كان بقصد اللعب بطلة الصلاة ثم هنا مسألة ذكرها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في غير ما كتاب من كتبه وهي هذه مسألة مهمة يا أخواني أرجو أن تنتبه لها هل الحركة المطلوبة تعد من الثلاث أو لا بمعنى أنا سأضرب لكم مثال أنا رفعت يدي لتكبيرة الإحرام كم عندي حركات الآن؟ هذه حركة وهذه حركة هاتان حركتان مطلوبتان صح؟ مطلوبتان مستحب رفع اليدين رفعت اليدين وحركت الرأس هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ هل الحركة المطلوبة تعد من الثلاث أو لا؟ واضح؟ ظاهر ليس ظاهر صريح كلام العلامة ابن حجر في شرح بافضل شرح المقدمة الحضرمية واضح؟ وفي الفتاوى كما نقله عنه العلامة الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم أن الحركة المطلوبة تعد وبالتالي هذا الشخص الذي رفع يديه لتكبيرة الإحرام أو لتكبيرات العيد أو لتكبيرات الجنائز إذا حرك رأسه على كلام العلامة ابن حجر تبطل صلاته وهذا فيه عسر صح؟ فيه عسر لكن الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والعلامة الخطيب ونقل العلامة الكردي عن العلامة بام خرمه العدني أن الصلاة لا تبطل بذلك بمعنى أن الحركة المطلوبة لا تعد وبالتالي يقول علامة الرملي رحمه الله إن التصفيق من المرأة لا يبطل الصلاة حتى وإن كثر وتوالى لماذا؟ لأن هذه الحركة مطلوبة إذن حيث كانت الحركة مطلوبة فإنها لا تعد من الحركات الثلاث أرجو أن يكون هذا واضحا لكم قال الإمام النوبي رحمه الله والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتقدم ظابط الولاء وقوله كثير إشار إلى الشرط الأول وقوله إن توالت إشار إلى الشرط الثاني ثم بيّن رحمه الله أن بعض الحركات قد لا تصل إلى الثلاث في حركة واحدة لكنها لفحشها تبطل الصلاة فقال وتبطل بالوثبة الفاحشة أي وتبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة مع أنها واحدة فقط تبطل بها الصلاة وضابط الوثبة الفاحشة هي التي فيها انحناء بكل البدن فيها انحناء بكل البدن ومثل الوثبة الفاحشة الضربة المفرطة وهي التي يتحرك لها كل البدن إذن الصلاة تبطل بالضربة المفرطة والوثبة الفاحشة وعلة البطلان منافات ذلك للصلاة ثم قال رحمه الله للحركات الخفيفة الآن سيشير إلى الشرط الثالث من الشرط الخمسة التي ذكرتها لك قال للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة لو أنه يحرك أصابعه في سبحة هكذا مثلا فإن الصلاة لا تبطل ومحل ذلك انتبه معي إذا كان الكف ثابتا هو يحرك الأصابع فقط أما الكف ثابت فإن الصلاة لا تبطل قال للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك أي حك بأصابعه مع قرار كفه في الأصح إذن تحريك أعضاء خفيفة مثل اللسان مثل الشفة مثل الأذن مثل البنان الصلاة لا تبطل بها وفي ذلك يقول النظم رحمه الله فشفة والأذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن إن توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر تحريكهن إن توالى وكثر لغير عذر في الصلاة لا يضر ثم قال رحمه الله تعالى وسهو الفعل كعمده في الأصح يعني من مشى ثلاث خطوات فإن صلاته تبطل سواء كان عامدا أو كان ساهيا لماذا؟ لأن الفعل الكثير يقطع نظام الصلاة يقطع نظم الصلاة فيستوي فيه العامد والساهي وهذا يا إخواني بخلاف الكلام في الكلام قلنا إذا كان ساهيا يُعذر في قليل الكلام بخلاف ما لو كان عالما عامدا واضح؟ إذا تقرر هذا وبخلاف ما لو كان ساهيا وتكلم بكلام كثير لا يُعذر ثم قال رحمه الله تعالى وسهو الفعل كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل أي وتبطل الصلاة بقليل الأكل بقليل الأكل هنا الأولى أن تُضبط الهمزة بالضم لأن المراد هنا الأكل الذي هو المأكل فرق بين الأكل الذي هو الحدث المصدر أكل يأكل أكلا والأكل الذي هو المأكل فالمراد هنا المأكل كقوله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها وكقوله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فالمقصود بارك الله فيكم لو أنه أكل شيئا بمعنى بلع شيئا فإن صلاته تبطل حيث كان عالما عامدا فقال رحمه الله وتبطل بقليل الأكل قلت أي لما من نمو رحمه الله إلا أن يكون ناسيا أو جاهدا تحريمه والله أعلم والحاصل أنه إذا وصل شيء إلى جوفه وأنتم تعلمون مما درسناه في الصيام أن المراد بالجوف ما بعد مخرج الحاء فلو وصل شيء إلى جوفه في أثناء صلاته حال كونه عالما بالتحريم عامدا فإن الصلاة تبطل سواء كان قليلا أو كثيرا وأما إذا وصل شيء إلى جوفه حال كونه ناسيا أنه في صلاة أو جاهلا التحريم فإن الصلاة لا تبطل إذا كان قليلا فقط أما إذا كان كثيرا فالصلاة تبطل قال رحمه الله تعالى قلتم إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم ثم قال رحمه الله فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها وطلت في الأصح هذا بناء على ما سبق لو كان في فمه سكرة فذابت في فمه وبلع ذوبها أي ما ذاب منها فإن صلاته تبطل على الأصح ولاحظ معي قول الإمام النموذي رحمه الله بلع هذا التعبير يشعر بالتعمد والتقصد أي أنه قصد البلع أي أنه تعمد البلع لم يجري الريق بذوبها ثم قال رحمه الله تعالى ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار هذا قوله دفع هذا نائب الفاعل يسن دفع المار والصحيح تحريم المرور هذا المبحث أيضا من المباحث التي نحتاجها وتضمن عددا من المسائل المسألة الأولى نقول يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة هذه السترة لها شروط حتى تحصل بها السنة الشرط الأول أن يكون ارتفاعها ثلثي ذراع في حديث عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل تساوي ثلثي ذراع تقريبا أي ما قريب من ثلاثين سنتيمتر يزيد قليلا إذن يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ارتفاعها قدر ثلثي ذراع وأن يكون بين المصلي وبين سترته ثلاثة أذرع فأقل أن يكون بين المصلي وبين سترته ثلاثة أذرع فأقل من أين يبدأ حسابها؟ يبدأ حسابها من عقب المصلي لأن العقب هو الذي عليه الاعتماد واضح؟ ثم نقول ويستحب أيضا أنه إذا صلى إلى سترة أن يجعل سترة عن يمينه أو عن يساره لا أنه يسمد لها صمدا لحديث الضباعة بنت المقدار بن الأسود رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود أو عود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له صمدا هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وإسناده ضعيف ثم نقول بارك الله فيكم المسألة الثانية السترة لها أربع مراتب هذا يحتاج أن تكتبه لها أربع مراتب المرتبة الأولى من مراتب السترة الجدار ونحو الجدار مما له ثبات وظهور الجدار أو نحوه مما له ثبات وظهور يعني مثل الجدار إيش بيكون مثل الجدار الشجرة لها ثبات وظهور ومثلها السارية في المسجد لها ثبات وظهور واضح؟ هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية العصاء نصب عصاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب العنزة فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام المرتبة الثالثة المصلى والمراتب المصلى السجادة المعروفة تمام؟ المرتبة الرابعة أن يرسم خطا الخط والخط يا إخواني المعتمد أنه يرسمه طولا عن يمينه أو عن يساره ليس عرضا ليس على شكل نصف هلال حيث أو مقابل سجوده لا وإنما يرسمه طولا عن يمينه أو عن يساره أرجو أن يكون هذا واضحا لكم كم صارت المراتب؟ صارت أربع مراتب انتبه معي هذه المراتب يا إخواني حتى تحصل السنة لا بد من ترتيبها بمعنى لو أنه عدل عن مرتبة إلى ما دونها مع القدرة على الأولى فإنها كالعدم واضح؟ لو عدل إلى المرتبة الثانية مع قدرته على الأولى فإن المرتبة الثانية كالعدم بمعنى لو يوجد جدار لكنه نصب عصى وصلّى إليها فإن هذا الشخص لا يعد محصلا لسنة السترة فهمنا بارك الله فيكم إذن الترتيب بين هذه المراتب شرط لحصول سنة السترة من هنا تفهم أن الإمام النوي عندما قال يصن للمصل إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو قسط مصلى أو خط قبالته دفع المعط أن قوله أو 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 للترتيب واضح؟ إذن أو في كلام الإمام النووي للترتيب إلا في قوله إلى جدار أو سارية فإن أو هنا في قول جدار أو سارية ليست للترتيب لأن الجدار والسارية في نفس المرتبة واضح؟ لكن قوله أو عصا أو هنا للترتيب قوله أو وسط أو للترتيب أو خط هذا للترتيب إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فقد جاء في الأحاديث ما يدل على هذا منها حديث سلام بن الأقوى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الأسطوانة متفق عليه وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب العنزة كان ينصب العنزة فيصلي إليها وهي بين يديه وحديث إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليقض خطا ثم لا يضره ما مر أمامه وهو أبو داود هذا يسمى الحديث يسمى حديث الخط إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليقض خطا ثم لا يضره ما مر أمامه لاحظ معي هذا الحديث ذكر ذكر العصا صح قال قبل العصا ماذا قال إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا هذه المرتبة الأولى قال فإن لم يجد فلينصب عصا هذه الثانية قال فإن لم يكن معه عصا فليقض خطا هذه المرتبة الثالثة نحن جعلنا الخط في الترتيب السابق في الثالثة وفي الرابعة في الرابعة ماذا قدمنا على الخط قدمنا المصلى السجادة صح طيب السؤال لماذا قدمنا السجادة المصلى معنى ولم يذكر في الحديث بسم الله الجواب لأن السجادة لأن المصلى أبلغوا أبلغوا في تحديد المكان حتى يمتنع المهار من المرور بين يدين المصلي واضح فنقول إن المصلى أظهر في المنع من المرور بين يدين المصلي من الخط ولذلك لما كان المصلى السجادة أبلغ في المنع تقدمت الرتبة هذا معتمد العلامة بن حجر وطبعا يا إخواني مثل العصى وهالعصى في المرتبة الثانية مثل العصى في ذلك المتاع يعني لو كان عندك حقيبة على سبيل المثال ما عندك عصى وضعت العقيبة وصليت إليها فهذا في نفس الرتبة الحقيبة في نفس الرتبة مع العصى المسلى الثالث تبارك الله فيكم الإمام النوء قال السؤال متى نقول يسن للمصلي دفع المار متى يسن للمصلي أن يدفع المار الجواب يسن للمصلي أن يدفع المار بأربعة شروط انتبه معي متى يندب للمصلي أن يدفع من يريد المرور بين يديه الجواب يندب للمصلي أن يدفع من يريد المرور بين يديه بأربعة شروط الشرط الأول أن تكون السطرة مستوفية للشروط الشرط الأول أن تكون السطرة مستوفية للشروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول الارتفاع يساوي ثلثي الذراع الشرط الثاني بارك الله فيكم أن تكون المسافة بينك وبينها من عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل الشرط الثالث أنك رعيت الترتيب السابق جيد؟ إذن هذا الشرط الأول من شروط الندبي دفع المار بين يدي المصلي الشرط الثاني أن يكون دفع المار بالتدريج تدفعه بالأخف ثم الأشد منه قليلا ثم الأشد منه وهكذا إذن لا بد أن يكون دفع المار بالتدريج هذا الشرط الثالث الشرط الثالث بارك الله فيكم أن لا هذا شرط من فيه أن لا يكون المصلي مقصرا فلو كان المصلي مقصرا كأن صلى في طريق الناس أو صلى عند باب المسجد واضح؟ فحينئذ لا يندب له أن يمنع المارين من يصلي في طريق الناس من يصلي عند باب المسجد والناس يريدون الخروج هذا لا يندب له أن يدفع المارين لأنه مقصر بصلاته في ذلك الموضع الشرط الرابع أن لا يكون المار صبيا أو مجنونا أن لا يكون المار صبيا أو مجنونا طيب إذا كنت تصلي وأراد طفلك الصغير صاحب الأربع سنوات والثلاث سنوات أن يمر بين يديه تدفعه؟ مثلا قال العلامة بن حجر لا يجوز دفعه وقال علامة الرملي بل يدفعه لأنه كالصائل والصائل لا فرق فيه بين مميز وغير مميز واضح؟ إذن هذه أربعة شروط إذا تحققت فحينئذ نقول يندب دفع المار فقوله رحمه الله ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلا أو خط قبالته دفع المار والصحيح هذه آخر مسألة والصحيح تحريم المرور حينئذ ما معنى قوله رحمه الله والصحيح تحريم المرور حينئذ معناه بارك الله فيكم أنه إذا توفرت هذه الشروط الأربعة التي ذكرتها لك فيحرم المرور بين يدي المصلي صليت إلى سترة ارتفاعها ثلثة ذراع المسافة بينك وبينها ثلاثة أذرع فأقل راعيت فيها الترتيب واضح؟ ولم تكن مقصرا فلم تصلي في طريق الناس مثلا واضح؟ فحينئذ إذا تحققت هذه الشروط نقول يحرم المرور بين يديك لكن لو أنك صليت مثلا إلى سترة المسافة بينك وبينها أربعة أذرع لا يحرم المرور بين يديك إذا صليت إلى سترة لم تراعي فيها الترتيب كأن صليت إلى عصى مع وجود جدار لا يحرم المرور بين يديك إذا صليت في طريق الناس لا يحرم المرور بين يديك ولديك أنظر إلى عبارة المنهاج قال رحمه الله تعالى والصحيح تحريم المرور حينئذ ما معنى حينئذ أي حين استيفاء الشروط السابقة فإذا تم استيفاء الشروط السابقة فإن الصلاة حينئذ تحرم ودليل تحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي جهيم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ختاما يا إخواني مذهبنا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي لا تبطل عند الشافعية الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي للأحاديث الواردة في ذلك منها حديث لا يقطع الصلاة شيء هذا الحديث رواه أبو داود في سننه لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكم عليه بالضعف نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين والحمد لله رب العالمين